ميدنيا أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة الإسلامية أفرج عن 270 شخصا من بين مئات المدنيين الذين خطفاهم في مدينة ديرزور شرقي سوريا ومعظمهم من النساء والأطفال وأكد المرصد أن تنظيم الدولة الإسلامية احتفظ بالرجال الذين تتراوح عمرهم بين 14 عاما و 55 عاما بهدف إخضاعهم للتحقيق وكان المرصد قد أعلن اختطاف التنظيم لنحو 400 شخص من مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام